مرحبا يا حلمين أهلا وسهلا فيكم مرة تاني بقناتي فيديو اليوم رح يكون عن منتجات العنايب البشرة اللي رح أخذها معي للسفر حبت أشارككم للسكن كير اللي رح أستخدمه طبعا هذا الفيديو لا يعتبر ريفيو ومشاء الله رح أنزل فيديو تاني عن المكياج اللي رح أخذه معي أبل ما أبدل الفيديو بدي أحكي إنه إذا بتحضروا قناتي وبتحبوها ولسا ما اشتركتوا ما تنسوا إنكم تشتركوا كمان إنستجرام هالقناة رح يكون بصندوق الوصف فتمنى إنكم تعملوا فلو هناك وهلأ خلينا نبلش طبعا بالنسبة للغسول والتونر والكريمات فهم يكون هم إجب ست اسمها Glow Recipe Fruit Babies Bestseller's Kit هاي سرح أجت نهدية وبلشت أستخدم بعض المنتجات اللي فيها بعدين وقفت لأنه عجبني إنه حجمهم صغير حتى أخذهم للسفر الغسول هو Blueberry Bounce Gentle Cleanser طبعا هذا هو ثلاث بواحد يعني ممكن تستخدموه كمزيل ميكياج وكغسول عادي وكمان ممكن تحطوه كماسك كتير عجبتني فكرته إنه Multi-Tasking ويارب يعجبني كمان لما أستخدمه سمعت إنه كتير منيح وبينظف بدون ما ينشف البشرة بس أنا لسا ما بعرف أما التونر فهو Watermelon Glow Pore Tide Tuner طبعا هذا الحلو فيه إنه بيحتوي على مكونات بترطب البشرة وكمان فيه مكونات بتعمل تقشير بنفس الوقت استخدمته مرتين وكتير حبيته ريحته بطيخ كتير بيجي جنتل على البشرة ما بتحسوا إنه البشرة صارت ناشفة بعدية بس أكيد ما قدرت أحكم إذا بصغر المسام لأنه أنا مش كتير استخدمته والمرتب هو Watermelon Glow Pink Juice Moisturizer طبعا حكيين إنه فيه فيتامينات وأحماض أميمية ومضادات أكسدة للبشرة وهذا برضو استخدمته مرة كتير بيجي خفيف بس حسيت إنه إذا بتكم ترطيب منيح لازم تكترو منه وحسيته شوي إذا بيعمل كولنج إفكت للبشرة يعني إذا بيبردها شوي ممكن تستخدموه للليل أو للنهار وبالنسبة لكريم العين فهو Avocado Melt Ritinol Eye Sleeping Mask طبعا هاد بس للليل ما بصير إنكم تستخدموه وتطلعوا فيه تحت الشمس حكيين إنه كتير منيح للخطوط اللي بتطلع حوالي منطقة العين كمان بيساعد على الترطيب والتفتيح وبيشيل لكم الانتفاخ إذا كان عندكم طبعا أنا بس عم بحكي شو البراند نفس هحكي عنه أنا هادا مش رؤية شخصي لسه لازم أجربه حتى أحكم وآخر منتج من هالي براند هو Watermelon Glow Sleeping Mask طبعا هاد الفورم اللي تعته بتيجي باونسي بنحط على البشرة قبل النوم هو بيساعد على الترطيب والتفتيح وكمان حاكيين إنه بيزاغر المسام وبيعمل تقشير خفيف للبشرة بس بدون ما ينشفها أنا استخدمته مرة كتير حبيت الترطيب اللي عطا لبشريتي وكمان دايما بحب أخذ معي الفيس مست واللي هو رشاش للوجه واللي رح أخذه معي هو الماريو باديسكو ألو هيربز أند روز ووتر لحس لازم أخذ معي منتج زي هيك لما أطلع خاصة لما بدي أعمل شوي رفرش إذا ما كان فيه ما يأغسل وجهي وأكيد كمان مستحيل أطلع بدون واقع الشمس لأنه الشمس بتخرب البشرة بتعمل تجاعد على عمر صغير وكمان بتعمل لكم تصبغات يعني شو معتناتوا البشرة لازم إنكم تستخدموا واقع الشمس والمنتج اللي رح أخذه معي هو تالجو بوست بيلينج مارين أس بي أف فيفتي بلس كثير بحب هذا المنتج لأنه بسرعة بشرت بتتشربه ما بيترك طبقة بيضة على البشرة ببين كأنه ما فيه إشي على بشرتي يعني كأنني محطة إشي وكمان هو طبي أكيد بأخذ معي كريم إيدين واللي هو باثن بري ووركس وايت جازمين هاند كريم كثير بحب هاد الكريم بيرطب منيح بدون ما يزيت وكمان ريحته كثير حلوة وإنا إيدي من النوع اللي بينشفو فكثير بيساعدني منتج ذي هيك وآخر منتج بالنسبة للسكن كير هو اللانيج لب تريتمينت بان كثير حبيت لهذا المنتج لأنه بيرطب البشرة بشكل كثير منيح وأكيد مبين معكم أداء أنا مستخدميته يعني شوي ورح يخلص كمان ريحته بيأتي كثير حلوة فروتي وبيعطي زي كولينج إفكت يعني بيعطي شوي تبريد وبس هيك بكون وصلت لنهاية الفيديو بتمنى يكون عجبكم وإذا عجبكم ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيهات حتى يصلكم كل جديد من قناتي بتشوفكم بالفيديو الجاي باي